بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطارين معصومين واللعن الدام على عدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسها مراجع الدين العظام بهذه الفاجعة العليمة فاجعة استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام ونعزي الأمة كافة ونعزي المؤمنين كافة بهذا المصاب الجلل الذي صدع قلوب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممعزين لأهل البيت والتعزي التي تكون بقدر هذا المصاب وفي الواقع لعله نحن نتلمس ذلك لنكون ممعزين لأهل البيت فعلا طبعا في الواقع وقفت على شخصية الحر لنستقي درسا آخر من دروس عاشورة بأن كما تعلمون أيها الأخوة أن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا وتعرض عليه الدنيا بزخارفها وتعرض عليه الدنيا بمادياتها وتعرض عليه الدنيا بأنواع مختلفة من أشكالها ومن الأغراءات التي تعرضها على الإنسان طبعا أنا أقول إغراءات لا أعني بأن الإنسان لا يعمل ولا أعني بأن الإنسان في الواقع لا يتفعل من الحياة ولكن أقول لعله قد يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث لديه الشغال تام عن الله سبحانه وتعالى ولقى هذا أمر ما أمرجه على الإنسان أن يعرف كيف يتصرف مع هذه الحياة وعلم كيف يتصرف مع الوقت وكيف يعني يخصص الوقت للناس معه وتعالى وكيف يخصص الوقت لاجتماعياتي وكيف يخصص الوقت لأمور الدنيا لا بد من أن ننظم الإنسان وقته فما أريد قوله أن الإنسان وبالذات لا بد أن يلتفت إلى نفسي لا بد أن يلتفت إلى نفسي وكما ورده عن أمتنا عليهم وضع الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواها في الواقع بها معاني ودقائق كبيرة جدا فذكرت أنه الدنيا قد تستوجع الإنسان وقد تصل إلى مرحلة بحيث يكون لديه الشغال تام عما فرضه الله سبحانه وتعالى فعليه الإنسان يلتفت وقد تصل بالإنسان مرحلة بحيث ينحرف عن طريق الله وعندما ينحرف يستول عليه إبليس عليه لعن الله النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لديه حديث يقول الشيطان منكم كمجرى الدم الشيطان منكم كمجرى الدم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يقصد بأن الشيطان إبليس على الله يجري فيه دمان لا لا يقصد ذلك وإنما يقول أن الشيطان لا يفارقكم حتى تفارق الحياة لا يفارقنا حتى نفارق الحياة يعني بالموت فلذلك إبليس يحاول أن يغوي الإنسان بإغوائه للإنسان الإنسان ربما يختلف معصي فيستولي عليه يستولي على تفكير الإنسان ولذلك أنا ذكرت أنه لا بد أن تكون الإنسان مؤمن إرادة قوية لمواجهة هذه التلبسات إبليس ويصور له بأن الطريق نسد وليس له أي طريق آخرها طبعا قضية كبيرة وخطيرة جدا على الإنسان أن يدركها ويلتفت إليها فكأنه يستمر الله سبحان الله بن معاصي وقد لا يجد طريق إلى التوبة ولكن أن الله سبحانه وتعالى نجده يأمن أن نجدنا العفوذ نجد أن المولى الجلي سبحانه وتعالى أن أبواه التوبة مفتوح ولذلك الشريف أعود بالله من الشيطان الرجيم إنما توبة على الله التوبة هي من مساحة رب العالمين فمتى ما تاب الإنسان الله يتوب عليه ولذلك هذا وين نجده؟ نجده في شخصية الحر الدرس الذي نأخذه من الحر بأن الإنسان لا يأس فيما إذا سلك طريقه طريق الله بأن لا عودة له من هذا الطريق لا أبداً ليضع على باله بأن هناك عودة وهناك أمل كبير من الله سبحانه وتعالى بالتوبة هذا في الواقع ما تجسده في شخصية الحر أن الحر رضو الله عليه بعد هذه التفاصيل التي بينتهى وعندما سار مع إمام الحسين عليه السلام الآن وصل إلى الكوفة ثم أنه توجب بعد ذلك إلى الكوفة ونجد أن الحر رضو الله عليه لما خرج للقتال يقول سمعت هاتفاً هذا الهاتف ماذا يقول؟ يقول هني أن لك الجنة أو بشرني بالجنة فقلت وين للحر أيخرج قتال من بترسول الله وبشر بالجنة هذا بعدين وضع أنه كان في صفو القوم الذين تقدموا لقتال الحسين عليه السلام وكان إلى جنبه مهاجب نأوس فالحر وبهذا ذلك اليوم يعني يوم الطف يوم الواقع يوم الطف الحر رتفت إلى المهاجب نأوس وقالوا أسقيت فرسك فالمهاجب نأوس يقول الحر لما وجه هذا الكلام بدأ اعتقاده وضعاً بأنه يريد أن تزل القتال ثم قال لي قال أسقيت فرسك ثم بعد ذلك أخذته الرعدة فيقول المهاجب نأوس ما هذا الذي أراه منك؟ والله شوفوا التفت إلى مكانة حروف الشجاعة والله لو قيل لي من أجع فرسان الكوفة؟ لا ما عدوتك ما تعديتك أنت من ضمن أجع فرسان الكوفة فماذا أجاباه الحر؟ قال له أني أخير نفسي بين الجنة والنار التفت وإي أخوة؟ هنا المعنى الذي يجب أن نستقيه وذكرته قبل قليل الإنسان عليه التفت بأنه هذا الصراع الداخلي يستطيع أن نسيطر عليه ولا يجذبه لا سبح الله إلى طريق يعني مخالف طريق الله وإنما لا بد أن تكون ليده إرادة لو مهما كان تسوية إبليس عليه إنسان أن يرى نفسه إرادة الصلوب حيث يجد ويجتهد بالتوبة ثم يجعل طريقه طريق الله سبحانه وتعالى طريق الطاعة طريق طاعة أهل البيت علي موضوع صلى الله عليه السلام هذا ما حصل مع الحر رضو الله عليه ثم أنه يعني ضرب فرسه واتجه إلى معسكر وحسين عليه السلام ثم أنه ترجل عن فرسه ووجه كلامه الإمام الحسين عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله بعد السلام طبعا أنا في الواقع جاء جاء تؤبيكم فألي من توبة فقال له نعم إمام الحسين لك التوبة ولذلك الحر رضو الله عليه لما خرج القتال وكان لديه الجلاد الكبير مع هؤلاء وقتل أعدادنا غير قلي منهم هو طبعا خرج وولده خرج وكذلك من كان مع الحر يعني عبده عبده كان معه أيضا قاتل بين إداء الحسين عليه السلام ثم نالت الشهادة ثم نالت الشهادة وهنيئا له هذا الشهادة بين إمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام ثم كان هناك تأبين للحظة الله عليه قيل أنه من الحسين عليه السلام وهناك من قال بأنه من علي الأكبر أنت حر كما سمتك أمك أنت حر لا أخواني هذا هذا الكلام يعني لما يصدر ابن الحسين أو يصدر ابن علي الأكبر الذي هو من أهل البيت ويؤبن الحر ضمن الله عليه أي كلام هذا يقول له أنت حر كما سمتك أمك حر في الدنيا وسعيد في الآخر إذن أخوتي وحقيقة هذا كلامي يعني كلام موجه وجهه نفسي أولا المتحدث الكلام موجه لأولا وجهه كلام الأخوتي العزاء خصوصا الشباب المؤمنين الذين حقيقة نجدهم في حياتنا ونقابلهم بأن أقول لهم أولادي أخواني مهما حصل اجعل طريق الإياب لله سبحانه وتعالى لا تيأسم الرحل الله عوذ بالله من الشيطان الرجيم بنص الآية الشريفة في صورة يوسف ولا تيأسم روح الله إنه لا يأسم روح الله لقوم الكافرون كما نص علماء الجلال في رسالة العملية يعتبر اليأسم الروح الله من الكبار فأولادي الشباب عزتي أخواني طريق الله سبحانه وتعالى مفتوح ولا يعني بأنه الحياة انتهت في ماذا سلكي طريق آخر لا طريق العودة لله سبحانه وتعالى وطريق الطعام مفتوح ويدعو لكم حقيقة بالحسين عليه السلام إن شاء الله بأن تكونوا على الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى أنتم في الواقع طاقة العراق وطاقة المجتمع العراقي وعليكم معون إن شاء الله بسلوك طريق الخير وسلوك طريق أهل البيت عليهم أبضل الله صلواته السلام أس 저도 سبحانه وتعالى يوفقنا لمراضي ويجيب منه معصي بحق الإمام الحسين عليه السلام ونسألوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة إمام الحسين في الدنيا لننا الشفاعة إن شاء الله في الآخر ولذلك ليس عزيزني على الله والحمد لله رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على ولاد الحسين السلام عليكم